محمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلازلنا مع شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك وصلنا إلى التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تميزا بما قد فسره كشبر أرضا وقفير برة ومنوين عسلا وتمر وبعد ذي ونحوي هجرر إذا أضفته كمد حنطة غذا ونصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهب عندنا التمييز يسمى أيضا مفسرا وتفسيرا وتبيينا ومبينا ومميزا وتمييزا وتعريفه وهو كل اسم نكرة متضمن معنى من فكلمة متضمن معنى من خرج الحال فإنها متضمن معنى فيه إذن كل اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال لبيان ما قبله من إجمال خرجت لا التي لنفي الجنس فهي متضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله إذن كلمة متضمن معنى من أخرجت الحال لبيان ما قبله من إجمال خرجت لا نفي الجنس لأنها متضمن معنى من لكن ليست لبيان ما قبلها لا رجل قائم فإن التقدير لا من من رجل قائم ونوعي التمييز إجمال ذات وإجمال نسبة الآن المثال طاب زيد النفس وعندي شبر أرضى الآن مسألة إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير المقادير الممسوحات المكيلات الموزونات الأعداد الممسوحات له شبر أرضى المكيلات له قفيز برة الموزونات له منوان عسلا وتمرة والأعداد عندي عشرون درهاما إذن وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرين الآن عندنا إجمال النسبة وهو المسوق لبيان ما تعلق به العامل فاعل مفعول الفاعل طاب زيد نفسه اشتعل الرأس شيبة نفسا تمييز منقول من الفاعل والأصل طابت نفسه زيد مفعول غرست الأرض شجرة وفجرنا الأرض عيون شجرة منقول من المفعول والأصل غرست شجرة الأرض الناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله الآن عندنا المقدرات وهما دل على مساحة ووزن وكين مساحة ووزن وكين فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن يضف إلى غيره عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل وتمر إذن فيجوز الجر فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجبا نصب التمييز ما في الأرض قدر راحة سحابا قال تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وهذا معنى قوله في آخر البيت والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والله أعلم